وحتكلم مع حضراتكم في الحلول عشان الفريق يكون أقوى خلال الفترة اللي جاية مش أنا بس أنا وكل جماهير النادي الأهل ودي أول حاجة عشان الفريق يرجع للانتصارات ويرجع للبطولات الحمد لله احنا يمكن في 11 مباراة كسبنا 9 وتعادلنا 2 لكن مش أنا قلت لحضراتكم الكلام ده مبارح انه اللي فارق معايا قوي هو المستوى اللي مش حلو مش هقول السيء المستوى السيء لهذه المباراة اللي احنا شفناها مستوى سيء للغاية في هذه المباراة مباراة سموحة هو ده اللي مزعها للجمهور وهو ده وبالمناسبة لأنه أداءك في المباراة سموحة ما كانش كويس قوي أداءك في المباراة اللي قبلها ما كانش كويس غير في تلت ساعة أو في 25 دقيقة أداءك في المباراة اللي قبلها نفس الكلام أدائك هي مباراة المحلة يمكن اللي الواحد في الشوت الأول حسينة بعودة النادي الأهلي طالما نقدر نلعب زي الشوت الأول في المحلة ما بنلعبش ليه لكن أنا حفضل في دو مش أنا أنا تعلمت كده من جمهور الأهلي كل الكلام اللي أنا بيقول لحضراتكو ده أنا واخده من جماهير طول النهار البعض بيقول لي أنت واقف مع الفرقة آه واقف مع الفرقة وحفضل أنا تعلمت كده من جمهور الأهلي 90% من المكالمات اللي بتجيلي وهي مكالمات كثيرة جدا طوال النهار بتوصيني بان انا اقف مع لعبة الاهل انا ما بقفش مع اللاعبين ولكن انا بقف مع شعار النادي الاهل انا عندي ماتش من الاربع لازم كلنا نقف في ظهر اللاعبين وده الطبيعي بالمناسبة لانه او ده دايما اللي بنشوفه من جمهور الاهل انا انا تعلمت كده واحنا ليه كسبنا اخر مباراة في الديئة 96 و 16 ثانية عشان حضراتكم فضلتوا واقفين مع اللاعبين المباراة اللي فاتت دي لو حضراتكم ما كنتوش واقفين مع الفرقة الاخر دقيقة كنا اتغلبنا لو جمهور النادي الاهلي ما كانش واقف مع الفرقة لغاية اخر دقيقة كنا اتغلبنا عشان كده حنفضل دايما وقفين في ظهر فريقنا وحنفضل دايما نساند لاعبينا واجهازنا الفني لانهم بيحملوا شعار واسم النادي الاهلي لانه في النهاية انا عايز اخر السنة اكون خدت دوري ان شاء الله اكون خدت دوري وخدت كاس وخدت بطولة افريقيا فحنفضل وقفين في ظهركو كلاعبين حنفضل وقفين الكلام ده طبعا لللاعبين حنفضل وقفين في ظهركو كجمهور عشان مباراة يوم الاربع ربنا يكرمنا واول شيء عايزينه في مباراة يوم الاربع هو شيء واحد فقط عودة روح اللاعبين خلال عودة روح الفنيلة الحمر في ناس مش هتفهم يعني ايه روح الفنيلة الحمر بعد من لا يشجع الاهلي يعني بعد من لا يشجع الاهلي هيقولك هي ايه روح الفنيلة الحمر دي اللي انتو عاملين تقولوها هتشوفوها ان شاء الله يوم الاربع هتعرفو يعني ايه روح الفنيلة الحمر ولما ما بتكونش موجودة زي مباراة سموحة بيحصل التعادل اللي حضراتكو شفتوها لو لوقفة الجمهور مع اللاعبين لغاية اخر ثانية في مباراة سموحة كنا اتغربنا لقدر الله ان شاء الله نشوفها من اللاعبين اللي كلنا ثقة كبيرة جدا فيهم ومستنيين منكو يوم الاربع لانه لا احد سيقبل لا احد وده رسالة لكل اللاعبين لا احد سيقبل بخسارة دوري مرة اخرى الموضوع ده منتهي احنا بنفكرش فيه انا شخصيا مش عايز اقولي الكلام ده ليه لانه انا ما بفكرش في الكلام ده انا عايز اخد الدوري ان شاء الله بفارق وعندي من اللاعبين اللي يقدروا يعملوا كده عندي بس ياخدوا روح الفانيلا الحمرة يرجعوا روح الفانيلا الحمرة وده اللي انا بطلوبه من اللاعبين ان شاء الله يبان بداية من مباراتيوم الاربع القادم ان شاء الله كل البطولات تعود ولازم كل لعيب يلعب دايما بروح الفانيلا الحمرة انا قلت روح الفانيلا الحمرة كتير جدا لان بجد بجد هذه او التلات كلمات دول بيفرقوا كتير جدا 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 مع اي لعب